في الاهل ليلى بنتكلم مع حضراتكم في كل شيء في الرياضة بشكل عام والنادي الاهلي بشكل خاص والبداية وناعي مهمة جدا للكابتن وليد قاصد إداري نادي الزمالك أو إداري الفريق الأول بنادي الزمالك بعد ما وفاته ألمانية بعد الصراع مع المرض طبعا لازم ننعي الكابتن وليد وننعي أسرته وربنا يا رب يصبرهم ويربط على قلبهم وربنا يجعل مثوال فردوس الأعلى من الجنة طبعا واجب علينا أن احنا لازم أي حد من أسرة الرياضة المصرية بشكل عام سواء أهلي أو زمالك أو إسماعيلي أو أي نادي في مصر حصلت له حالة وفاة طبعا لازم ننعي ولازم نقول من على أي شاشة احنا موجودين عليها علشان طبعا ده واجب علينا كلنا وبالتالي لازم يدعي له أن ربنا يرحمه ويخفي له رب ويجعل مثواه الفردوس الأعلى من الجنة وده كان نعي كنا لازم نقوم به هنا من قناة الناج الأهلي للكابتن وليد قاصد الإداري بالفريق الأول بنادي الزمالك البقاء لله وربنا يا رب يرحمه ويصبر أهله ويربط على أقلوبهم طبعا حلقة جديدة هنتكلم فيها في كل شيء مهم عن النادي الأهلي وهنتكلم عن استعداد النادي الأهلي للمباراة القادمة اللي هتكون إن شاء الله يوم الاثنين أمام منافس قوي نادي الاتحاد السكندري لكن طبعا الحلقة النهاردة هيكون معنا بعد فقرة الإنترو والأخبار معنا الأستاذ الكبير الناقد الردي الكبير الأستاذ إبراهيم داود وبعد يها في الفقرة الثانية هيكون الكابتن صديق الجمال عضو لجنة اكتشاف المواهب بالنادي الأهلي ثم الفقرة الثالثة والأخيرة مع الزميل العزيز محمد سعيد والذي هيكون مصادف فيها الكابتن نجم النادي الأهلي الكابتن شريف عبد المنام طبعا زي ما بقول لحضراتكم مباراة قمة بمعنى الكلمة ما بين الأول والتاني النادي الأهلي على قمة الدوري المصري الممتاز يلي نادي الاتحاد السكندري مع الكابتن طلعت يوسف وأداء أكثر من رائع سواء في بطولة الدوري أو حتى في البطولة العربية نادي الاتحاد بيقدي موسم رائع جدا وموسم طيب جدا مع واحد من المدربين المحترمين القادرين جدا في الناحة الفنية وكمان نادي الأهلي بسم الله ما شاء الله بيدور على الفوز التامن على التوالي بعد ما نجح في فوز صعب جدا على منافس عنيد ومنافس قوي نادي الإسماعيلي نادي الإسماعيلي يظل هو نادي الإسماعيلي بشخصيته بكاريزمته بالنجوم اللي موجودين فيه اللي أكيد بيعتمد عليهم في الفترات اللي جاية واللي دايما نادي الإسماعيلي بيكون طبعا ولاد بلعبته وبالتالي يتبقى مباراة قمة أيضا بين الأهلي وبين الإسماعيلي علشان كده زي ما احنا قلنا فوز كان صعب جدا نادي الأهلي ظهر بمصر كويس جدا كلنا حسين الروتيشن اللي بيحصل وظل طبعا غياب بعض اللعيبة زي أحمد فاتح وزي رمضان صبح لكن ميستر فايلر قادر أنه هو يحط يده على كل مفاتيح اللعب وقادر أنه هو يملك كل البوزيشن بلعيبة تقدر نيت أدي في أكثر من مركز كالعادة وليد سليمان في المعاد وفي المكان اللي دايما بيتقلق فيه دايما بيكون موجود لما الجمهور بينادي والنادي الأهلي بيكون في مأزق دايما وليد سليمان هو اللي بيكون موجود في المعاد والمكان المناسب طبعا مباراة زي ما قلت لحضراتكم يعني لو بصينا على الجد ونعرف أنه مباراة قمة فعلا نادي الأهلي زي ما قلت لحضراتكم عنده لقائين أقالي من نادي الاتحاد لكنه في الصدارة ب21 نقطة يلي نادي الاتحاد ب20 نقطة لكن زي ما بقول لحضراتكم هي مباراة قمة على الورق مفيش شكة تبقى مباراة ممتعة طبعا بالنتائج اللي بيحققها نادي الأهلي ونادي الاتحاد أعتقد أنها تكون مباراة ممتعة جدا نادي الاتحاد بيفوز مبارح على نادي أفسي مصر بنتيجة 2-1 بعد المباراة كانت قوية جدا ومنافس أفسي مصر من الفرق القوية اللي أيضا لها شكل بعد ما صعدت لدوري الدرجة الأولى بعد ما كانت في دوري الدرجة التانية زي ما قلت لحضراتكم وجود الكابتن طلعت يوسف في هذه المهمة كمدير فني النادي الاتحاد السكندري أكيد بتزيد من صعوبة المباراة فنيا ومعنويا أكيد مذاكر النادي الأهلي بشكل كويس جدا من وقت موجوده في نادي مصر وهو عارف نفاتيح اللعب وقبليه طبعا منتكلم على تاريخ كبير الكابتن طلعت يوسف لكن طبعا منتكلم على الفترات الأخيرة في محطات الكابتن طلعت يوسف المقصة بعدها الاتحاد وبالتالي عمر طويل جدا جدا مع الكابتن طلعت يوسف في دوري المصر وأكيد نادي الأهلي بيذكروا بشكل كبير جدا نعارف أن المستر فاردل من المدربين الأقواف النهائي من المدربين اللي عندهم خبرة كبيرة جدا في النزام العملية روتيشن عملية الضغط عملية الباسنج اللي بيكون في الملعب عملية دايما التدوير اللي بيكون موجودة في الطرق الفنية داخل جول ملعب كل الكلام ده أكيد كبتن طلعت بيعيه كويس جدا وأكيد كبتن طلعت حطت في دماغه أن المباراة هتكون قوية جدا وأنه هو عنده فرصة كبيرة أنه ممكن يخرج من المباراة بأقل وجه بتعازل من نادي الأهلي لكن نادي الأهلي زي ما حضراتكم عارفين بيبص لمكسر مهم جدا وهو أنه يحقق الفوز التامن ليه على التوالي وأيضا أنه يحقق للمباراة التامنة على التوالي بدون أي تعادل بدون أي هزيمة علشان كده بقول لحضراتكم مباراة هتكون صعبة حسابيا ورقاميا وفنين الأهلي عنده حسابات بيفكر فيها نادي الاتحاد بيفكر أيضا فيه أنه يخرج من المباراة بأقل الخسار وهي التعادل الخروج بنقطة سواء تعادل سلبي أو تعادل إيجابي ويا سلام لو الاتحاد خرج من المباراة مثلا بنتيجة أكبر من كده لكن الأهلي دايما عندهم نتيجة واحدة فقط نتيجة لكل الجمهور الأهلي بينتظرها والجمهور الأهلاوي بينتظر دايما لقاءات اللي بيكون فيها مدربين مميزين علشان نستمتع بكل قدم جميل علشان نستمتع بكل قدم ممتعة الكسبان في الأول وفي الآخر هو جمهور الكرة المصرية في أي مباراة بيكون فيها مدربين عندهم فكر مدربين عندهم رؤية في التكتك والتكنيك اللي بنمر به في خلال المباراة أعتقد أن ده شيء بيسعد كل جمهور الكرة المصرية علشان كده مباراة الاتنين هي مباراة القمة الحقيقية بنتكلم في أول الدوري العام تاني الدوري العام نتكلم طبعا على تاريخ طويل جدا بين الأهلي وبين الاتحاد جمهور الاتحاد جمهور عاشق للنادي الأهلي لكن الجمهور الأهلي وأيضا محب للنادي الاتحاد السكندري لكن زي ما حضركم عارفين الانتماء في هذه المباراة تبقى فقط للأهلوية والاتحادوية كل واحد منهم يشجع فريقه وبالتالي أهم حاجة نخرج من المباراة بروح طيبة بسلوك جيد وأيضا بمباراة فيها فنيات على أعلى مستوى ما ننساش كمان أن كل واحد بيدور على المنافسة الشريفة الأهلي بيدور على المكسب بروح رياضية بكل طرق المشروع الاتحاد أيضا بيدور على نتيجة إيجابية بكل طرق المشروع اللي فيها روح رياضية إن شاء الله يكون فيها تحكيم محترم يليق بطولة الدورة المصري اللي زي ما حضرتكم يعني بعض الأخطاء اللي بيكون موجودة في التحكيم لكن نحاول أن احنا يعني مباراة بعد التانية نحنا نحاول أن اللي أخطأ في المباراة الأولى يصحى خطأوا في المباراة التانية علشان خاطر في الأول وفي الآخر